شفت مباراة الزمالك واسموحة ازاي؟ احنا عمارين بنتكلم في كل مرة بنتكلم على الزمالك بنتكلم على الثلاتة، أربعة، ثلاثة وانه فريرة هيرجع لها شئنة أم أبينا فريرة بدأ الموسمين ازاي كريم؟ أربعة، ثلاثة، ثلاثة وقلت لك فريرة هيرجع للتلاتة، أربعة، ثلاثة لانه في مشاكل كتير جداً في الخط الخلفي بسبب بطء التمركز، الشكل الفلات اللي بيقف بيه الثلاثة بتوع الخط الخلفي حسام الوينش ونتمنى الشفاء للوينش إن شاء الله يعني يكون الأمر بسيط وما يطولش يعني لانه لسه رجع كمان من إصابة فالوقفة بتاعت حسام البطء شوية بتاعت حسام لانه العيب طويل الترنات عنده فيها مشكلة محتاجة تتطور شوية فهيرجع للثلاثة صعب جدا نلعب أربعة بالخط الخلفي طب ايه ايه اللي أخر وهنا ده السؤال المهم ايه اللي أخر فوز الزمالك النهاردة ايه اللي خلى الزمالك النهاردة يوصل حتى يسجل سموحة هدف عكسي في مرمى بعد نزولش كبالة وإمام عشور مع بداية الشوت التاني ايه اللي خلى الزمالك اتأخر التوقيت ده وما يشكلش خطورة بالعلى على العكس كان فيه كورتين خطرين جدا واحدة الشوت الأول واحدة الشوت التاني اللي سموحة كورتين سهلتين جدا واحدة بخطأ من محمد عواد جوه الستة واحدة تانية من جوه الستة على خط الجن وضيعها قال ياسيلا وجدت في العرضة وتلعب برا طيب إيه اللي أخر طيب خلينا نقول انه الزمالك بالشكل الطبيعي بتاعه قلنا انه الزمالك بيلعب خلال الفترة اللي فاتت باربعة لا الزمالك دلوقتي هذه الفترة كنت بشتها بلحمر بالنفس الوجه میں. لا, الناس تذلق. خلينا نحطها باللبس البديل بتاع الزمالك. ماشي. طيب. ده الشكل اللي كان بيلعب به زمالك النهار دهوقην ومن المناسبة. الزمالك عودنا خلال الفترات اللي فاتت. حتى الموسم اللي توك فيه الزمالك بالدوري. كان الزمالك بيعتمد على ايه. الزمالك بيعمل بي.. التلاتة اربعة تلاتة. لا النهار ده الزمالك ما كانش بيعمل ش بيعمل تلاتة اربعة ثلاتة خاص. الزمالك كان بيجعمل الثلاثي. الوينش عبدالغاني وحسان. ثلاثي في الخط الخلفي. اه. قليل ما بيتغير لحد اصابة الوينش وبع كده حضرة التغيير. طيب. هنا. فتوح. وينج باكنحة شمال فتوح. هنا وينج باكنحة المين سيد نمار. وهنا هي دي المشكلة. ودي المشكلة. ودي المشكلة. ايه بقى المشكلة في وسط الملعب? ثلاثي في وسط الملعب. متشابهي الادوار. ما عندهمش القدرة على خلق الفرص. ما عندهمش القدرة على تطوير اللعب النادي الزمالك. مين هم الثلاثي اللي كانوا موجودين? محمد اشرف روقة. زكريا الوردي وعمر جابر. الثلاثي مش قادرين. عمر جابر كان احيانا لعشان يهرب من الزحمة بتعاوسة الملعب. كان يطلع هنا. في اعمل زحمة مع سيد نمار او يعمل مع الاوفرلاب. فلا. لا مني. انا عملت الكسافة العددية في وسط الملعب. ولا انا قادر اعمل التطوير. زكريا الوردي. وهنا قلنا الكلام ده. وحزرنا منه زمالك قبل بداية الدور. قلنا زكريا الوردي مش امام عشور. ولا محمد اشرف روقة امام عشور. لعبة جيدة. لكن ما يقدرواش يقوموا بالدول اللي بيقوم بيه امام عشور. اللينك او الربط ما بين خط الوسط والخط الامامي. الوحيد اللي قادر يقديه بشكل جيد جدا في الزمالك هو امام عشور. عشان كلا حالة التطور. نوعا ما. الزمالك حتى نهاية المباراة. ما قدمش المنتظرين. لكن خليني هنا علل انه برضو كابتن طريق العشري. وطريق كابتن طريق العشري دايما بيفرض شيء بيخنق. انا دايما اقول بيخنق المنافس. طريقته صعبة جدا جدا جدا. عن رغم من تغيير الاسماء. وان في اسامي كتير لسه بتحط رجلها في الملعب. وفي اسامي كانت موجودة في اسموه حسانة اللي فاتت وما كانتش ابتلعب. خاصة ال ال. انا روحت شفت تدريبة لكابتن طريق العشري. ام. كابتن طريق العشري بيقف جوه الملعب. مش بيدي الترميل اقول واحدة تدريبية. ويطلع. لأ. وبيقف في كل تفصيلة. بيحفز لاعب لاعب كل التفاصيل. عشان كده تلاقي اللاعب اللي بتلعب مع كابتن طريق العشري بيحفزه صم بكل اللي بيبقى. عندهم التزام تكتيكي. صح. آآ عظيم. فاللي خلى الزمالك مخلوق طول الوقت. انه في ظل هذه الزحمة العددية. وظل الضغط. والرقابة اللسيقة. واللي دايما كابتن طريق العشري كان بيعملو في طلاقع الجيش بعمر السيسي مهند لاشين والرقابة اللسيقة على صناعة اللعب. الزمالك ساهل الامر جدا جدا على سموحة. وما كانش فيه صناعة لعبة من الاساس. ما كانش فيه صناعة لعبة من الاساس.